ما أن تهدأ ظاهرة الإسلام فوبيا حتى تعود إلى الواجهة من جديد لأسباب شتى من بينها صعود اليمين المتطرف وازدياد أعداد المسلمين المهاجرين إلى أوروبا الأيام القليلة الماضية شهدت أكثر من حادثة أعادت إلى الواجهة هذه الظاهرة من بينها حادثة تعرض الطفل السوري المهاجر جمال وشقيقته لا أكثر من اعتداء عنصري على أياد الطلبة في مدرستهم بمدينة هدرسفيد البريطانية حادثة أشعلت الرأي العام العالمي بينما يلف التجاهل الآلاف من الحوادث المماثلة سنويا في أوروبا وأمريكا تشمل عادة الاعتداء بالضرب وقد تصل إلى القتل أحيانا وكذلك الاعتداءات اللفظية ومحاولات نزع حجاب المسلمات قصرا فضلا عن هجمات تعرضت لها المساجد والمراكز الإسلامية الإسلام فوبيا التي يعاني منها المسلمون تأتي معظمها من الجهل بالدين الإسلامي وتداول القصص المفبركة عن طبيعة المسلمين وتنميط بعض الصور التي تقدمها شخصيات وجماعة تدعي تمثيلها للإسلام ليتلقفها الإعلام الغربي ويصورها على أنها تمثل حقيقة الإسلام بينما يأتي نوع آخر من هذا الرهاب من خوف اليمين المتطرف من انتشار الإسلام في الغرب سواء عن طريق الهجرة أو باعتناق أهالي البلاد للدين الحنيف وإذا كان المسلمون في الغرب يتعرضون لاعتداءات من قبيل الإساءة والطرب فإن مسلمي الشرق يتعرضون للإبادة كما جرى للروهينغا المسلمة في ميانمار أو ما يجري لمسلمي الصين من عمليات تنكيل والزج بهم في سجون كبيرة ومنعهم من أداء العبادات والأمر ذاته ينطبق على باقي البلدان التي يشكل فيها المسلمون أقلية مما يضع ألف علامة استفهام أمام عالم اليوم الذي يرفع الحرية والتعيش شعارا ويخالفها فكرا وسلوكا ترجمة نانسي قنقر